هذه السيدة تعرضت لطعنات سكين من شاب سوري في بلدة صاري الجنوبية الحادث وقع في وطح النهار فيما كان الشاب يحتس القهوة عندها وجارتها التي شهدت الحادث تروي للجديد ما جرى إذا رحت عندي الصبع على البيت، إشتراية لقيتوا عندها بالبيت، عم يشرب قهوة هلأ حملت حالة ورحت أعمل هالمنقاش، شغلت عشر دقائق المنقاش يعني روحها ومجوة عشر دقائق حملت حالة وجدت على هالبواب، يعمدق، يفتحوا للبيب، يفضة يفضة عم بتعني المرأة شوية إلا هو فتح البيب، طلع فيه زقرني، طلع فيه هكتطلعت بفضة شو من هون مدميه وقدم من المطبخ، لا تلحق له عند الترائل أهالي البلدة يتذمرون من وجود اللاجئين وكثرتهم في البلدة والروايات تختلف بين الصرقة والإشكال الخاص نحترم الغريب، بس هذا بعتها دهاني لأنه وقت مات الغريب بدنا نكون نحن حاطينه بديارنا ويفوت على حرمة بيتنا هذا الشيء من استنقل بس أنا بطالب الدول اللبنانية بترحيل جميع السوريين من لبنان وبدوا يفهم حكي هكي يحفهمه مثل ما بده، بس المفروض ينعمل حال الجديد دهمت منزل الفاعل المتواري ووالده يروي علاقته بالسيدة ويروي كيفية هروبه بعد الحادث هي أشكالات تتكرر في مختلف المناطق اللبنانية والقوى الأمنية تبحث عن الفاعل لتوقيفه في حين ترقد الضحية في مستشفى علاء الدين للمعالجة ترجمة نانسي قنقر